منذ انتشار فيروس كورونا اتخذت البنوك قرارا بوقف فرض أو خصم رسوم للسحب على ماكينات الاتم وذلك للتيسير على الناس وإتاحة السحب من أي بنك حتى لو لم يكن تابعا له دون خصم رسوم وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي ونوضح لكم في هذا التقرير آخر موعد لوقف خصم رسوم السحب من البنوك وعودة فرض أموال على السحب من بنك آخر غير تابع له الشخص آخر موعد لوقف خصم رسوم على السحب من اي تي ام وسيتم تطبيق عمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف لآلي اي تي ام في نهاية شهر يونيو المقبل وذلك في حال عدم صدور تعليمات جديدة بمدها فترة أخرى واستجابة لمبادرة البنك المركزي واصلت البنوك على مدار أكثر من عامين إيقاف تحصيل عمولة السحب النقدي من ماكينات الاي تي ام على عملاء بنوك آخرين غير تابعين لها يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن قبل نهاية العام الماضي مد قرار سريان إيقاف العمولات والخصومات والرسوم على السحب النقدي من ماكينات الصراف لآلي التي سبق اتخاذها لمواجهة جائحة فيروس كورونا ستة أشهر مخرى أعتبارا من الأول من يناير الماضي حتى الثلاثين من يونيو ألفان واثنان وعشرون وجاء قرار البنك المركزي وفق بيان نشر له بهدف تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي التيسير على الناس وتحفيز الجمهور على ميكنة مدفوعاتهم لتخفيف الزحام في فروع البنوك قد جنبا لانتقال العدوى وأتى ذلك القرار بعد مد المبادرة خمس مرات متتالية منذ انتشار فيروس كورونا في البلاد إعفاء المواطنين من رسوم خدمات التحصيل الإلكتروني وجاءت قرارات الإعفاء من الرسوم والعديد من المعاملات والإصدارات المختلفة للبطاقات في صالح التجار والمواطنين أيضا إذ تم إعفاؤهم من رسوم خدمات التحصيل الإلكتروني عبر شبكات الإنترنت بغرض تخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر